السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بمتتبعين قناة فيزا غالي الاوفياء ان شاء الله تكون اموركم زيانة وتكونوا بخير وعلى خير واليوم غادي نشارك معاكم اقتراحات اللي هي ساهلة وبسيطة للمائدة دي القوتي او لفطور الصباح كيف ما يمكن نصوبهم لوليدتنا المدرسة اقتراحات اللي هي زوينة وساهلة بزاف وايضا نجحة مئة في المئة خبز الطوست اللي كي يحسني من هذك اللي كيتباع وايضا الخبزات مع امرين بواحد الحشوة اللي كتجيل ديدة ورائعة الحشوة اللي هي باردة ما كان طيبوهاش وما كان شحروهاش نهائيا وكان نحضروه بدون تعقيدات وكي يجي ناجح ولديد مئة في المئة بسم الله على بركة الله قدي نبدأ معاكم في المقادير ديال الطوست باش نرضو على جنب اخمر نحتاجوا بالنسبة لدقيق 500 جرام ديال الدقيق او لا ما يعادي لاربعاد الكيسان ديال العنبه واحد القياس ديال الملح شوية وصافي ما قديش نديرو مع القاعمرة ولكن نسب ملعقة صغيرة ايضا غادي نضيف على حسب الجو ملعقة ديال كبيرة ديال الخميرة فورية كي يبقى على حسب الجو إلا كان سخون كتنقص وإلا كان برد كتزيدو ملعقة أيضا ديال العسل كيف ما يمكن تعوضوها بملعقة ديال السكور سانيدة وهد الكس هذا ديال العنبه غادي نعبر اربع دياله ديال الزيت كما كانت هنا نادرت زيت زيتون انتو ما ممكن تديرو زيت المائدة او لا زيت زيت ونجو جمعها القبني ديال كي يعطيونا واحد طارة والعجينة ديالنا اولا لهذا الطوست هذا كي يجي طريب الزف نبدأ كنجمع العجينة ديالي بالماء هنا كنردو البال ما غاديش نديروه مطلوق مطلوق وما غاديش نديروه أيضا عو تاني قاسح عجينة لينة نتماسكه نلمي العجينة ديالي ودلكتها واحد شوية غاديدهنها بشوية ديال السيس باش ما تلتسقش في هاد الغيطاء ونخليها حتى تختامر هنا مبعد ما دوزت واحد لمدة قريبا عشرين دقيقة ولا خمسطة عشاكا حتى صغير فوق البوطاجي اه هايا خامره صافيه غاديدهن واحد شوية هكا ديال غير باش ما يلسقش مديروهش الدقيق في هاد المرحلة هذه لانه يدقس لنالعجينه وليس خفيفة هنا كنبسطة على هاد الشكل هكا وكتحاولوا شوية بشوية كما تدركوهش باش تحيد من هذيك الخميرة بمرة ولكن هكا كيف ما شفتوه في الطريقة هنا اقدموا ورقتوها بهذا الشكل هذا كي يجيكم البندوميديا لكم خفيف من الداخل وفي هادوك تقيبات اولاء نوي هنا جمعتوه باش نحصل علي ذاك الطريق وغالي نحاول الجمعه شوية من الوسط لانه كيف ما شفتوه نقرسو هاد المكان هدفت جمعات لنا العجينة وكتاخدو المول انا خديت هذا اللي كيكون فيها الغطا ديالو دهنتو بالزبدة ورشيت عليه شوية ديال دقيق انا هنا ما غديش نستعمل الغطا لانه بغيت ندير ليه الزرارة خديت هنا واحد شوية ديال الماء كيف ما يمكن تديره الحليب او لا لما مخلط مع شوية الفاني ولا شوية ديال السوجة او لا اللي بغيتو انا درت هنا الماء من الروبيني عادي ودهنت ليه الوجه ديالو غدي نرش عليه الحبوب المونسيمة هنا عندي زرعة ديال نوار الشمش وزرعة القرعة والشوفان وهذا بودورشية وشنو اخر زرعة الكتن يعني كتدرو ذاك شيقة اللي عندكم كتجمعوه كله تخلطوه وكتدروه بهات الطريقة هادي وغدي نحاول نضغط عليهم شوية هكا غريبا باش يلسقوه لان الماء يلسقوه ملينا مزيال وغدي نعاود ندوس شوية كنخرجو غير من الماء مكان كبش المغيه شوية هكا باش نتأكد بانهو الزرعة ديالنا غدي يلسقوه نخلي علاج المحتاجة ديال خمر ان شاء الله بالنسبة من اللي نشوفوه طالح تقريب يتقدلينا مع المون غدي نشعل الفران نديرو على 200 درجة حتي سخن واحد تقريبا واحد عشر ديال ديال دقايق وكان رضو المياه وثمانيين وكان خليه طيب طيب ديال الخبز هنا بعد ما اخمر حيتلي هذيك الغطاية لان كما قلت لكم بغيتوا يجيني طالعة للفوق وانتوما إلا بغيتوا يجيكم مربع ركت ديرو لي هذيك الغطاية ديالو ما كتحيدوهاش بالنسبة للطيب كما قلت لكم كاتجيه العافية من اللي تحت وكان طفيه حتى كنشوفوه طنفخ مزيان بهذا الشكل هذا ها هو راكين في الجيه اللي قريب هالأسفل والفوق طفيه من اللي كنتشوفوه صافي يطلع هكا ما بقاش صافي يوصل لحد ديالو فطلوع كنطلعه الفوق تتحمر ليه لوجه ديالو كيزيد واحد خمسا ديال دقايق حتى كيتتحمر ونتحصلو على هذي اللون هذي هنا كنخويهوها باقي سخون لانه ما غاديش يكون لاسق ما تخليوش في المول ديالو لانه غادي يعرق ليكم ويجيب حلفية الماء هنا درت واحدة كدروح لمنديل ديال الخبز او لوح التوب وكتحطوه هنا باقي سخون سخون يلا خرج جمل الفران غادي تلموهم زيان وتسدو عليه لهواء باش ميدخليش لهواء وغادي نلويه فيها او تاني او لا عفوا نلوي عليه سلوفا بهذا الطريقة هذين حاول كله نغطيه باش ميدخليش ليه لبرد وكتخليوه هلا كنتو صوبتوه في الليل تخليوه فتال الصباح هنا انا باش غادي نكمل معاكم الفيديو درتو فتلاجات قريبا واحد الساعة ولا ساعتين بينما ساليت الوصفاء ا الاقتراح الاخر ولكن اخواتي هنا بغيت نجمع لكم الفيديو كله كما العادة باش اللي بنات اللي مهتمين بخبز الطوست غادي نكمل لكم هذ المرحلة هذي درتام بعد ما ساليت الاقتراح الثاني ولكن هانا غادي نشاركها معاكم دابة باش الفكرة ديال الخبز الطوست تكون كاملة وكان بدا كان قطعوه بموس ديال المنشرم اللي كيدوز واحد لمدة تقريبا شي ساعتين هكافة اللاجة برد مزيان ما غاديش يشتتلينا او لا حاولو ما تقطعوش وهو سخون لانا يلا قطعتوا هو سخ بحال شكل الكيك هكا اللي كيكون كيتفرتت هانتو مرخبز ديالنا ما شاء الله جاي خفيف حسن من هذك اللي كتشاريو ساهل بسيط ما فيه لما راح يلحت حاجة تمنينا الاعجاب ديالكم وقد ندوز معاكم الاقتراح الثاني بعدين ناخد هنا واحد القصرية ديالي وغادي نحط فيها زلافة ديال دقيق الفينو ونفس الزلافة غادي ندير منها جوج ديال دقيق الفورس دائما هذا الخبز هذا اللي كيكون معمار كيبغي شوية يكون رطب وغادي نعجنو بالماء عادي من الروبيني وإلا كان الجوبار دركت كدفيه شوية ندرت شوية الملحة وشوية الخميرة ما تكتروش هكا لان بغيت نطيبه في ساعة ثم ما نكتروش بززاف الخميرة باش ما كيبغيش هو الخميرة قدمه خمر كيجين في ديالي البابة في الداخل وصافي كان نبدا كان عجنو بتاهه هو كنديرو عجنة اللي هي مطلوقة وندلكوها واحد شوية عادي ثم ما ندرت فيها حتى اضافت وممكن تديرو بأي نوع ديال دقيق القمح الكامل ولا بأي دقيق بغيتو تديرو هاد العجنة هذي او لها هذا الخبز هذا غادي ندلكم زيان ونط لقاو ان شاء الله باش عاو تاني نصوبو الحشوة ديالنا صافي هذا هو القوام ديال العجنة غادي نعود نغطي حتى هو بينما نصوبو كيما قلت لكم الحشوة ما تخليوش بزافي خمر كتر من القياسة هنا عندي واحد الكيمياء ديال الشحمة ديال الكلاوي وايضا واحد الجوج جزارات بدرتون في الهاشوار وجوج بصلات متوسطين وهذاك الخضر اللي كنتشد في ديالك وورق البصل المجفاف كان يبسوا معلم الحكي جيزوين فهذا هاد الحشوة هادي وبالنسبة للتوابل عندي اه اه عندي الخرق ومسكن جبير وشوية البزار وشوية ديال الكامون وشوية ديال تحميرا وهذاك اه التوابل اللي مخلطة اللي كنتشاركت معاكم في القناة كي يجيو ولدات خاصة بهذا المنطقة هادي وكيعطونا واحد الدلي هي زوية نازل تعليهم زيت الزيتون وخلط كل شي الحشوة انا ما شحرتها ما طيبتها ما والو وكندير اه خبيزات على قياس المقلة ديالكو كبيرة او لا صغيرة انا انا كندير اغادي ندير ديالكو الجوج وحدة فوق واحدة يعني الوحدة كتكون كبيرة ولي ه هذه اللي باش كنغلفوه كتكون نقصة شوية صافي دائما من اللي تبغلو الخبز ديالكو يجيو كم ورقوا رقيخ هذه القشرة دياله ما تخليوه شي فوت فيها الخميرة لانه قدمها خمر بززاف قدمها ما كتبانش هذه الحشوة دي وكيولي فيها البابة كيف ما شفتوه هنا يراني شعلت المقلة وكنصوب واحدة الكيمياء هكا باش من اللي نبدأ كان طيب ارى بسرعة كيوجد من اللي كتديروا الطريقة هادي كتصوبوا كل شي وتبدأوا كتقرسوا وكنطيبوهم بسرعة كيوجد لنا تمنى الاقتراح نال الاعجاب ديالكم تحضروها كالكاسكروت اولي لجو عندكم ضيوف رقيجي الديد وزوين خصوصا الى درتو فيها ديالكو العطرية راه الابنات اللي بغوهم راه ديالكو يتلقوهم غادي نحط لكم في صندوق الوصف الرابط فعلا تخليطة لي هي زوينة بزاف وحتى اورق البصل ذاك البصل الخضارية كان قطعها في الوقت ديالها وندير معاها شوية ديال الملحة وكننشفها في الشمش وكننجمعها كانستعملها في الخبز هدك يجي لديد بزاف وكصافي كان بزاكا طيب كيفما شفتوا اللون دياله ما شاء الله وهدو كالجوج زلاف ديال الفورس وزلافة ديال الفين وراعطرني واحد الكيمية كبيرة ديال الخبز هنا راه درت الخبز يعني مشي كبير لان المقلة هنا هي صغيرة ولكن هنا مليكن طيب في حد المقلة واخرى عندي كبيرة را كيكونوا كبار بزاف كيكون عود عدد الخبزات كيكون نقص مليكن سالي كله كتخلي وحتك هيفردو كتقدموه بصحة والراحة للضيوف ديالكم نتمنى يعجبوكم هدو الاقتراحات بجوج لانهم ساهلين وبالنسبة لدك خبز الطوص طرى ممكن درفت لجاء اكتر من اسبوع في علبة محكمة الاغلاق الفيديو ديالنا وصل لنهاية دياله نتمنى الاعجاب ديالكم نشوفوا ما شاء الله الخبزة تركي تجمعوا ورقيق مورق ما فيه شاكة دك العجينة ولا الباب هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم وصلنا لنهاية الفيديو غدا ان شاء الله نشارك معاكم طرقة ديال تعتر الغصالة ديال الملابيس وغادي نشارك معاكم البقعة ديال الزيت في الموزيك واختلي عندها البقعة ديال الزيت مبغتش تتحيدها غادي نشارك معاكم واحد طريقة باش تتحيد وبالزاف ديال الحياة الاخرى بقوا في القناة وصلنا لنهاية الفيديو الى اللقاء اشتركوا في القناة وصلنا لنهاية الفيديو اشتركوا في القناة وصلنا لنهاية الفيديو